بسم الله الرحمن الرحيم هذا المقطع سنناقش به واحد من اهم القواعد والقوانين التي تحدد لي سلوك انتشار الموجة ما بين الرسيفر و ما بين الترانسمتر هذه الفورمولة نسميها نظريه أو قانون فريز ترانسميشن دعني افترض ان انا عندي سيستم عبارة عن ترانسمتر رسيفر سيستم دعني افترض ان انا عندي بهذا الشكل ان انا عندي انتنة ان افترضى بهذا الترتيب هذا رح افترض ان اه هو TX و رح افترض ان انا عندي ال RX بهذا الشكل هذا هنا انا عندي RX وبالتالي هنا انا عندنا ترانسمتر ترانسمتنج انتنة وهذه هنا رح اكون عندنا هي رسيفر أو رسيفنج انتنة اوكي افترض المسافة ما بين ال N2 انتنتاز هذه و رح افترض انه طبيعة الانتنة هي عبارة عن ايزوتروبك انتنة بمعنى انه رح يكون عندي مقدار قيمة السيقنز اللي منتشرة هي يعني بنفس الدنسيتي في كل النقاط فبالتالي هي ايزوتروبك انتنة اذا اولا انا عندي ترانسمتر عندي رسيفر المسافة ما بينتهم افترضها هي D اذا افترضت هنا انه TX اللي عندي الترانسمتر يعني الترانسمتر انتنة المود اللي رح افرضها هي عبارة عن ايزوتروبك انتنة او ايزوتروبك سورس بالتالي مقدار قيمة ال power density اللي هي ال capital W راح نفترضها نقل تحت فرضية for ايزوتروبك انتنة for T-X جاي افترض انه هذي هي عبارة عن ايزوتروبك سورس اذا راح يكون عندي مقدار قيمة ال power density رح تكون تحقب المعادلة التالية عند مقدار قيمة تساوي لي مقدار قيمة على مقدار قيمة على مقدار قيمة تعييي من مقدار قيمة أ lesi becker سيتم التراي 굉장؛ على مقدار قيمة بتساوي على مقدار قيمة التربع الاسيطرابي حسنا اتذكر واضح اليهنان حسنا مiggleذي اولا مقدار قيمة ال power density تحت فرض انه يكون هو عبارة عن ايجتروبك انتنة تعتبر المعادلة التالية طيب اذا اريد او ترسم مقدار قيمة الجين للترانسمتر انتنة اللي هو جي تي اذا الباور دنسي تراشح تكون يعني بدلالتها اقول اذا كان مقدار قيمة الجين للترانسمتر انتنة هل نفترض هذا الجين هو اسمه جي تي اذا المعادلة ما انتتنة هادش راح تكون تأطيل بالشكل التالي يعني مقدار قيمة الباور دنسي تي ال اوميجا او ال W راح تكون هي تساوي لي مقدار قيمة البتي في مقدار قيمة جي تي على مقدار قيمة ال 4 باي في مقدار قيمة دي سيكور طيب هسه اذا اريد اوجد مقدار قيمة الريسيفت باور اللي واصلة اللي هنا على فرض انه راح اخذ الشروط المثالية واللي هي شنو يعني انه مقدار قيمة بالنسبة للرسيفر هنفترضها إذا نقول تحت الشروط المثالية اللي راح نفترضها إذا كان مقدار قيمة راح نفترضها هي تمثل مقدار قيمة هذه الافكتف إذا شرح يكون عندي مقدار قيمة فبالتالي إذا نقول مقدار قيمة رسيفر باور رسيفر باور راح تكون هي اللي نسميها ال-PR الPR راح تأعطى أو ال-PR بهذا الشكل تأعطى بهذا الشكل هي تمثل مقدار قيمة ال-W في مقدار قيمة ال-Effective Aperture للرسيفر انتنة أوكي طيب خليا راتب هذة المعادلة يعني راح يكون عندي مقدار قيمة رسيفر باور ال-PR تساوي لي هذه هي تمثل مقدار قيمة ال-W اللي هي تمثل مقدار قيمة ال-Bower باوردنسيتي للترسمتر بالتالي المعادلة ستكون بهذا الشكل إذن ستكون لدينا مقدارها تساوي بمقدار قيمة بي تي في مقدار قيمة جي تي على أربعة باي في مقدار قيمة دي سيكوار هذا تمثل الو في مقدار قيمة الإفكتف ابرتر للرسيفر طيب هذا تمثل مقدار قيمة الإفكتف باور إذا أريد أوجد مقدار قيمة إذا أريد أعوض عن مقدار قيمة القيمة أقول بما أنه مقدار قيمة القيمة للترسمتر يعطى بالمعادلة شون حسبه هو عبارة عن أربعة باي في مقدار قيمة الإفكتف ابرتر للترسمتر على مقدار قيمة لامدة سيكوار طيب عوض هذه اللي هنا أقول إذن مقدار قيمة الريسيفر تساوي مقدار قيمة البي تي أوكي هذه مقدار قيمة البي تي في أو بي تي على أربعة باي دي سكوار في أعوض عن مقدار قيمة الجي تي أربعة باي أي إي اللي هي الإفكتف ابرتر للترسمتر على لامدة سكوار في مقدار قيمة الإفكتف ابرتر للرسيفر طيب هسا هذه معاهدي تختصر أوكي أرد بالمعادلة راح يكون عندي مقدار قيمة الريسيفر اللي هي البي ار أو إذا أريد أن أحسب مقدار قيمة النسبة إذا أريد أن أحسب مقدار قيمة النسبة نقول إذن مقدار قيمة البي رسيفر إلى مقدار قيمة البي ترسمتر تساوي هي عبارة عن إفكتف ابرتر للترسمتر في مقدار قيمة الإفكتف ابرتر للرسيفر على دي سكوار في مقدار قيمة اللام دي سكوار أوكي إذا أريد أن أخذ بنظر الاعتبار مقدار قيمة الجين بالنسبة للرسيفر بنفس الكلام أقول إذا كان مقدار قيمة الجين للرسيفر يعطى بالمعادلة التالية نقول بما أنه مقدار قيمة الجين للرسيفر يساوي هو 4 باي في مقدار قيمة الـ Effective Aperter لرسيفر على مقدار قيمة الـ Lambda Square إذن من عندها انصيغة النهائية أنه مقدار قيمة النسبة ما بين الـ Be Received إلى مقدار قيمة الـ Be Transmitted ستكون مساوية إلى مقدار قيمة الـ Gain للترانسمتر في مقدار قيمة الـ Gain للرسيفر مقسوم على 4 باي D إلى Lambda لكل سكوار هذه الصيغة نسميها الـ Pre-Transmission Formula هذه الصيغة مهمة جداً واحدة من أهم الصيغة المستخدمة في الـ Internet Engineering لتحديد مقدار قيمة سلوك الموجة الكهرومغناطيسية لحالة انتقالها أو انتشارها من الـ Transmitter إلى حالة الـ Receiver يحدد بهذه القانون هذا قانون مهم إذن على ضع هذه المعادلات نسأل لدينا هذه المعادلة نسميها صيغة Freeze Transmitter تحدد لي سلوك القدرة المستلمة بدلالة مقدار قيمة القدرة المرسلة بدلال مقدار قيمة الـ Gain للأنتنة يعني سأرحل جاي نفترض هنا أن هذه الأنتنة لها Gain مقدارة GT هذه الأنتنة لها Gain مقدارة GR وكل واحدة لها Effective Aperture لـ T وهذه Effective Aperture لـ Receiver فبالتالي العلاقة اللي ستكون هي بشكل تالي أنه النسبة ما بين القدرة المستلمة إلى المرسلة تساوي الـ Gain للـ Transmitter في الـ Gain للـ Receiver على أربعة باي في مقدار قيمة المسافة ما بيناتهم اللي هي الـ D ما بين الـ Transmitter و Receiver على مقدار قيمة Lambda طول الموجي الموجة المنتشرة الـ Cool Secure هذه المعادلة وهذه الصيغة هي واحدة من أهم الصياق اللي تعتمد لتحديد مقدار وسلوك أولا مقدار قيمة الباور اللي واصلة بدلالة مقدار قيمة الطول المسافة نقصد بها وكيفية التشار الموجة الكهرومغناطيسية طبعا ناخذ بنظر الاعتبار أنه الشروط جاي نفترضها هنا أنه طبيعة السورس أو طبيعة الـ Antenna للـ Transmitter هو آيزيتروبيك هذا النقطة أساسية أفترض أنه الـ Ideal Condition لتحديد مقدار قيمة الـ Effective Aperture للـ Transmitter والـ Receiver وبدلالة تحددت مقدار قيمة القاعدة